السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الميديك الترميد عندي معاكو دكتور نيلي حجازي ام دي بوبليك هلس اند كامياتي ميديسن النهاردة باذن الله هناخد موضوعين لطاف جدا نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم باول حاجة من نيرف سيستم عايزين نتفق بس ان في النص كده هنلاقي دايما في كل محاضرة في اولها كده معلومات شوية عن الاناتومي او الفيسيولوجي احنا مش مطالبين بيها بس المعلوماتنا ولكن احنا المطالبين بيه ان احنا لكن الفانكشن بتاعتها او الاناتومي انا بنحطها بس علشان لو احنا لسه ماخدناش لها background في المحاضرات الباقية نكون عرفناها مع بعض طيب النيرف سيستم عندنا بيتكون من ايه بيتكون من central and peripheral central او الbrain which is located in the cranial bolt of the skull and spinal cord الموجود in the vertebral column طيب النيرفز با عندنا البريفرال نيرف سيستم الكرينيال نيرفز اللي الموجود هنا واتي ال spinal نيرفز عندنا طيب احنا عند ريفرال ازاي احنا متفقين من محاضرة الورد structure ان الهيد بنو عليه سيفعله طيب اللي سيقال cranio الbrain بنريفرده انسيفعله او سريبرو وطبعا احنا فاكرين ان اي word root كل دول طبعا الword root وبنحط جنبها الفاول اللي هو يرجو لي او عشان نكون ال combining for اللي ده هيكون ال basic بتاعنا او بتاع ال medical term اللي هنحط بعد ده ومنحنطن كمان او مش لازم يكون فيه prefix طيب ادي بعد كده ال spinal cord المعيله النيرفز اللي ينيرو سواء كان preferent nervous او cranial nerves بنريفرده نيرفز بنيرو طبعا دي الرسمة بتاعتنا بتاعت الاناطمي ال structure بتاعنا دي السريبرال كورتكس السريبرام بعد كده الماد برين اول حاجة السريبرام ده largest part تاع البرين وده responsible for the higher brain function وهو طبعا divided into two hemisphere طبعا ده السريبرال كورتكس اكبر جزء في البرين بعد كده عندنا طبعا divided to the hemisphere زي ما احنا شايفين كده احنا مش عايزين اي details الاناطمي في المحاضرة دي احنا بس بنشوف ال names بتاعتهم بعد كده عندنا السيربيلم طبعا زي ما احنا شايفينه هي دي السيربيلم وبعدين عندنا بعد كده الماد برين والبونز والميدالة ابلانجادا اللي بقى كده اللي هتربطنا بال طيب السيربيلم زي ما احنا شايفينه هي دي اللي هي located under the cerebrum daughter to the bones and midalas السيربيلم مسؤول عن ايه؟ مسؤول عنها اللي هو البلانتري موسل موفمينت امبوسر الكوردنيشن البرين ستم بكون الماد برين بونز ميدالة ميدالة طبعا ابلانجادا connect the brain with the spinal cord all impulses to and from the brain pass through الميدالة فبتلن هي control الحاجات الفيتل heart rate respiration blood pressure البرين طبعا البرين والespinal cord cover طبعا اشان حاجة مهمة جدا لازم نهو to set of cover with a set of three protective layers duramater الاراقنون البيام والبياماتر هي دي الانر لير ودي اتتش directly to the brain and spinal cord tissue يبقى احنا اخذنا البرين والespinal cord ده central nervous system الباحث كانت طالع عندنا النيرفس النيرفس عندنا الespinal nervous بتقسمة لسيربيكل السيربيكل اللي هي جاية من السيربيكل وصراثك lumbar sacral coccygeal related to the part يعني طالع من نيك بصيربيكل طرع من نحية الشست يبقى صراثك طرع من نحية الابدامنى اللي فاتبقى lumbar من نحية الصكرة يبقى sacral وكوكسيجيل الespinal cord extend from the medalla oblongata to between first and second lumbar vertebra كل ده احنا بنعمل لسه introduction على الطبق بتاعتنا الفunction of the nervous هو مسؤول عن حكتين مهمين somatic nervous system control skeletal muscle muscles والautonomic nervous system control smooth muscles cardiac muscle and glans الautonomic nervous system احنا متفقين طبعا وعارفين ان هو بي control involuntary function of the muscles and glans ف so it's divided into division lumbar athletic nervous system fight or flight طبعا اللي هو انت تحط في موقف مثلا ايه انت قابلت مثلا شفت قدامك اصد تعمل ايه fight or flight تهرب يتواجه الحالة دي كل حاجة في الجسم بتزيد heart rate respirator rate adrenal gland تبدأ to be activated deliver more blood طبعا الدم طبعا كل heart rate respiration blood pressure كل ده عشان deliver more blood to the skin المصل عشان يام تهرب يام تواجه الparathy sympathetic nervous system العكس return body to the steady state ده stimulate maintenance activity most organs affected by both division طبعا دي الparathy sympathetic system ودي بيبقى شكل الجسم عندنا عامل ازاي نبدأ بقى نخش على المحاضرة بتاعتنا واللي احنا يهمنا النهارده some common related terms احنا متفققين اللي احنا قلنا في الاول على الرسمة الاورانية cerebral او انثفال اللي هي هي نقصة اللي هنا هي related to the brain المننجو طبعا هي related to the meninges الجيزية معناها pain sensation stia او افاكرين مرة فتن ما قلنا الانسيزية لما قلنا حط ال prefix نقول الان معناها no يبقى اناسيزية تغدير يبقى ايسيزية معناها sensation cranius skull some important but related abbreviation ANS دايما حتى من زاكرة حتى بنيجي ناخد الجوز بتاع نول العدد ناس اللي هو autonomic nervous system CNS central nervous system TSF cerebral spinal fluid طبعا ده اللي موجود داخل الحبل مع الحبل الشوكي او cerebral spinal fluid CBA cerebral vascular accident حد بيتعرض لحيي يقوله cerebral vascular accident اي حاجة في طبع cerebral وال vascular circulation بتاعته EEG electro encephalogram فاكرين بقى لو احنا مكننا في المحاضرات الاورانية بنولي ازاي هنعمل اناليز الكلمة دي اول حاجة اول حاجة عندنا ادي الالكتر الجاية من الاكتريستي ادي اول ورد روت ادي او يبدا الفيرس كومبايننج فو انسفال و طبعا دي التانية و ادي او و و كده اللي عندنا جرام اللي هي السوفيكس هنعمل ايه الالكتر الاكتريفتي of the brain الفير اللي هي المبر puncture ان احنا هناخد يعني من ابرة متخش فيه المبر area ودي التكنيك بتاعتها ما من هناخد مسلا عاديين ناخد سامبل من السي اس اف اللي هو سربرو سباين الفلاوت شاكلين مسلا هو عنده التهاب في المننجيز فاحنا هناخد ايه سامبل هناخد 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 بتقنية المبر puncture تعالوا نجرب نعمل اجزامبل ونشوف احنا فهمنا ايه لغاية دلوقتي هنقول الترم ونقول give the meaning of the following term نيرالوجي فكرين كنا ازاي بنقسمه نيرالوجي معناها study يبقى انا بتكلم على study of نيرالوجي نيرالوجي هنقسمها بردو ادي نيرالوجي to the nerve او ادي الفاور بتاعنا وآدي باثي معنائي pathology نيرالوجي نيرالوجي of the nerve neuro histology study of tissue and nerve ادي دي فيها two word root ودي هست لي التشو لوجي طبعا study of the tissue of the nerves electroencephalogram the two word root record of electrical brain activity cerebro vascular the لو حصل فيه اي ديزيز بنسميه اللي احنا كنا لسه بنقول بتاعها cva hydrocephalus معناها ايه معناها abnormal accumulation of fluid within the skull السيفلس احنا نسألين انه عبارة عريضة to the head hydro water abnormal accumulation of fluid within the skull hydrocephalus ادي صورة لل electroencephalograph ازاي بنعم recording للجهاز بتاعنا ازاي بنسجله والورقة اللي بتطلع بشكلها عاملة ازاي hydrocephalus طبعا الهيد بتبقى microcafaly طبعا لان في abnormal accumulation of fluid within the skull anathesia anathesia معناها sensation فanathesia معناها loss of sensation cerebral pertaining to the brain myelitis احنا السألين الهي myelitis معناها inflammation في spinal spinal cord و itis احمد الصفح analgesia طيب analgesia قلنا pain فبالتالي ان the prefix معناها no يبقى no pain neurogenic معناها produced by the nerve احنا فاكرين على neuro ready to the nerve genic معناها producing يبقى neurogenic produced by the nerve second exercise معنا النهاردة write the appropriate term for each of the following definition لو انا عايزة all pertaining to very small head يلا نقولها مع بعض ونفتكر كده micro كيف فاكرين ان قلنا كيف دي يعني head هنحط وراها اللي هي الصوفيكس اللي بيقول pertaining to head والmicro لو انا عايزة اقول بقى prefix عشان اقول size اللي قلنا فيه ممكن تكون iso او macro او micro فانا حطيت الكفالي الكفالي اللي هي head وحطيت الpertaining adjective بتاح IC وحطيت micro كفالي specialist in nervous system diseases nervous system هو اسمه neurologist فاحنا اتفقنا نيالوجي اللي هي الستادي او IST ده الspecialist والنيورو طبعا related to the nerves inflammation of the nerve neuritis ادي النيور اللي هي related to the nerves وitis inflammation وطبعا عملنا dropping للأو عشان الأو الاو ما فاشته فاول يلتقوا مع بعض any disease of the brain encephalopathy فأتي احنا نتفقين الزيس واحنا عايزين نقول الbrain انتفاله هنحطوه مع بعض ونحط بينهم الباو القوة يبقى encephalopathy incision of the skull فاقين سكال هنبقى الالورتو بتاحها cranio فاقين incision يبقى craniotomy inflammation أو the meningitis هنحط المنينجيس ونحط جنبها اللي بيدي المعنى meaning of inflammation itis يبقى meningitis cephalogram x-ray of the head حطينا الهد cephalogram اللي هي الـ x-ray يبقى cephalogram احنا قلنا ماكروكيف سيفللس اللي هي كان عنده abnormal accumulation ماكروثافلس دي الشكل بتاعه craniotomy اللي نعمل incision في the skull تعالوا ناخد اكزامبل البقى match the term in the left column with its appropriate meaning in the right column میلوغراف میلوغراف مايلوغرافي طب احنا مايلوغرافي دي معناها ايه معناها spinal cord and nerves وغرافي هنعمل لها radiography نبقى ايه الاجابة بتاعتها radiography of the spinal cord and nerve roots hydrocephalus hydrocephalus ادي hydrophي وابنورمال water accumulations ودي الهد within the skull يعني abnormal accumulation of fluid within the skull neuralgia algea suffix بالمعنى pain و neural nerves يبقى pain in the nerves why neural ادي طبعا المعيلي related to the muscle وneural related to the nerve فانا بكلم على pertaining to muscle and nerves write the adjective form for the following part of the body هنم متفقين طبعا ان الصوفيξ اللي بنحطه عشان يقول no adjective or pertaining to an organ deep by practice there is no golden rule for how we can choose ic or al related to the different part of the body يعني cerebrum cerebrum nerves neural حطين هنا في الاثنين el brain encephalic هنا ic skull cranial muscle my طب احنا رعزين بقى نعمل العكس هنقول لك الميديك term وإيه اللي بتاع himatoma فكرين احنا قلنا اوما دي ازاي اكبرات collection همات طبعا لط واما احنا ممكن قلتي اوما وممكن تتقال بلط collection cerebral طبعا هي الصوفيكس اللي موجود al اللي pertaining to so pertaining to the brain aphasia loss of speech طيب احنا لو عايزين بقى ناخد example زي hemiplegia و divided into different components لو احنا اخدنا مثلا hemi معناها half plegia معناها paralysis يعني ايه بقى يبقى معناها شلال نصف طبعا لما تفقين من الريفرنس اللي احنا نتكلم عليه short course of medical terminology و essential medical terminology كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني من المحاضرة بتاعتنا اللي هو CNS وهناخد حاجة لطيفة جدا طبق لطيف اويل هو science organs طبعا احنا مش هناخد كل الحاجات اللي هي ارقب ال special census احنا هناخد بس ال eye وال ear وهناخد الحاجات most common medical terms وال pathology اللي احنا عايزين نعرفه خلي بالكم ان انا ما قدرش اقول كل medical terms لكن بقول لك الحاجات وانت لو حابب في حاجة وقفت منك وانت بتقرام مثلا في ال reference او في ال topic هتخش على ال reference اللي احنا متفققين عليه وهتلاقي كل حاجة in details او حتى لو عايز تعرف ال function وال anatomy وال physiology بتاع السystem ده برضو هتلاقيه في ال reference طيب تبدأ كده اول حاجة احنا عايزين ناخد اول حاجة رحاجات related to the eye ال eye احنا متفقين ان هي medical term بتاعتها اللي احنا بنقوله ophthalmo او oclo او opt كل الحاجات دي related to the eye شفت اي word route ophthalmo او oclo او opt يبقى related to the eye ال eye احنا متفقين احنا لو احنا نستم اخدناش الانطني بتاعها نرجع تاني كده دي الابيض ده ال conjunجن ال white part ال cornea اللي هو الجزء transparent اللي مغطي ال color part ده اللي هو ال iris هنا الجزء الاول الاسود احنا بصي منه ده ال pupil هيخش منه light وراها في الجزء الابيض عندنا اللي هو ال sclera ال conjunجن بتغطي جزء منه اه وبعدين عندنا يبقى تاني احنا قلنا ادي كده عندنا الجزء اللي هي اللي هنا الشفاف يخش منه ادي الجزء ده اللي هو ال iris ال cornea cover اللي بتغطي transparent اللي هي مفهود مغطية الجزء ده ودي جزء ال sclera وال conjunجن تايبه الجزء الشفاف اللي من هنا ورا هنا طبعا اللانس احنا مش شايفينها ال pupil مفهود اللايت هيخش هنا يعدي على ال pupil هيعدي على حاجة هنا جسم الزجاج اللي هي هيمره ودي ال pupil هنا نقول عليها pupil أو كورو أو كورو كل ده من قصدنا به على ال pupil مفروض اللي الدو أو الصور هطوقة هنا على الراتنا هذه الراتنا هي فاحنا هنريفير راتنا الكورنيا زي ما اتفقنا كورنيو أو كيرات ونحط القوي بقى كيرات وال ايرس الجزء اللي احنا قلنا الملون اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي انا مش هنشرح الموضوع بتاعها بس عشان ما اقول لك طب انت فاهم الدنيا ازاي لو احنا مثلا بنتكلم على صورة القلم ده هو فيه الدو الصورة مفروض اللي هيتجمع هيتدخل هنا من خلال وطبعا هي شفافة ما فيش اي مشكلة اللينس طبعا شفافة ما فيش اي حاجة اوبيك تعترض طريقها الصورة هتنزل طبعا اللينس هتجمع الصورة على الراتنا لازم تقع بالزبط الصورة هنا عشان اقدر اشوفها مزبوطة طبعا هنا هيوصل لنا المسج دي للبراين فتبدأ البراين يديك الصورة اللي انت شايفها بالزبط قدامك هناخد بالزبط بس الحاجات بسيطة خالص في الير هنكتقنا الير بس هنريفير لها وهنا طبعا عندنا في بعد كده نخش على قبل الير او وبعدين المدر اير وكده الانر اير كل الحاجات التانية مش هنتكلم عليهم احنا بنسمع ازاي طبعا المدر في عندنا الير درم الير درم ده بياخد ال زي ما ما احنا شوفنا في الصورة اللي فاتت الير درم هياخد الساوند ويبز اللي دخلت من هنا هيحولها تتنقل من المدر اير للانر اير تيجي بعد كده الانر اير هز نير سل that receive the vibration and carry them to the brain the brain then identify the sound احنا كنا بس عايزين نعرف فكرة مش عايزين اي تفاصيل المهم بقى ده اللي جاي اللي احنا عايزين نعرف ايه الكامن pathological condition as a terms مش the details اللي حصل فيها احنا عارفين ان دي الصورة الطبعية للعين ان احنا اتفقنا ان الصورة دي اللايت هينزل هيجمع قدام العين عشان الصورة طقعة مظبوطة على الراتنة بالزبط طب لو الصورة وقعت قدام الراتنة دي high condition اسمها myopia myopia معناها معناها ان انا عنده قصر نظر يعني بيرافش يشوف غير الصورة القريبة قوي لازم الجسم يكون قريب قوي من العين عشان الصورة بتاعته تقع على الراتنة فقدر اشوفها مظبوطة طب انا لو كان عنده طول نظر اللي هي high propria اللي هي fair here for sightedness هنا الصورة ما بتقعش غير وراء الراتنة فتلاقيه كل ما يجي يبص على حاجة عمالي بقعد قوي الكتاب بتاعه او عمالي بقعد قوي الصورة اللي هو بيبص عليها عشان الصورة تقع على الراتنة وتبقى مظبوطة يبقى الطبيعي ان انا الصورة بتاعتي تقع على الراتنة لو وقعت قدامي يبقى انا عندي قصر نظر مايوبيا لو وقعت وراء الراتنة هي عندي في اي عمر ده نتيجة يعني ايه بقى الاستيكمتازم الاستيكمتازم احنا اتفقنا ان الصورة لازم تقع على الراتنة وتقع في بس محددة هنا لو انا عندي ان اللانس فيها مشكلة الاستيكمتازم يعني تلاقي point وقع قدام الراتنة وتحس ان هو الشخص بيشوف الصورة مهزوزة او ان هي مش مظبوطة يعني لو بيبص على حاجة مثلا cross كده يعني علامة او بحيث مش عاري يبص على النقطة دي اللي تقاطع بينهم مظبوط لان بتقع على الراتنة في single focal point لا بتقع واحدة قدام الراتنة واحدة على الراتنة واحدة وراء الراتنة فدي الكونديشن ده اسمها الاستيكمتازم طيب الكونجنك تايف معناها inflammation او مش عارف اقره لكم في الصورة احنا ممكن نشوفه هنا في الصورة اللي فاتت اهي ده الجزء اللي هو الكافر ده باسمه الكونجنك تايف لو حصل فيه inflammation يبقى اسمه الكونجنك تايف الكيروتايتس معناها طبعا احنا كيروت اللي هي كورنيا كيروتايتس inflammation اوفثالميا معناها اوفثالميا اتبعنا اوفثالميا اللي هي الاي و اي ايدا بيرتينين تو اللي هي الصوفيكس وديرو معناها dry راتينايتس راتينا وايتس يبقى inflammation او راتينا البلوبيا معناها double vision داي يعني تو وبلوبيا vision بقى double vision افيكيا absence of the lens of the eye مفيش لانس موجودة في الاي افيكيا نلسه في المحاضرة السين اسألنا aphasia lost speech هنا loss of lens مفيش lens otalgia او autodynia معناها ear معنا كده denia او algea pain مع اوتو اللي هي ال ear معناها ادي اوتو و ادي هي الاوتو دي ال ear زي ما اتفعنا ريفيرتو the ear و denia او algea معنا pain otitis inflammation او the ear بيرتايجو بيلك عند دوار معناها distance مش عارف يتوازم بيرتايجو غالبا بيتبقى مشاكل في ال inner ear بتعمل بيرتايجو او distance تاني تاسم معناها ringing يقولك عندي زنة في صوت زنة في وداني في common approvation احنا ما اتفاقين احنا بقى في medical feed بقى احنا بس منقول على بعض مفاهمين myope اللي هي جاي من myopia اللي هي short sighted ان هي بيشوف شكل قرايب اللي هي قصر النظر دي اخصار اخصار افثلمالجي بقيس قوة الابصار انت ما سيقولك 6 over 6 6 over 12 يعني visual اكوتي بيشوف انت شايف ايه مجال الابصار seen by eyes الright eye والleft eye والright ear والleft ear بص الright احنا بنقول عليها ديكستر والleft بنقول عليها sensitive فانا لو حط وراه eye oculus oculus dexter معناها right eye و left eye ocular sensitive os od refer to the eye oculus dexter sensitive لو انا عايزة refer to the right ear و left ear طبعا the ear اللي هي orus orus dexter بنكتبها كده بنكتبها كده orus sensitive طيب ant طبعا ايه لك انا هكشوف عن دكتور انت انا عندي مادة ear node and throat hd hearing distance هوريكوا صورة كده اللي هي visual acuity اللي عارفين الدكتور يقول لك خب بعينيك اليمين بص انت شايف ايه ده مجاة قوة الابصار visual acuity لكن انت شايف ال visual field هو اسم الف الف ده تعالوا نجرب كده نعمل examples ونشوف هنشوف ازاي نريفار بأجيكتور اللي هي الصافيكس بها different port of eye and ear pertaining to the ear pertaining to the eardrum pertaining to eye retina cornea هنقول ايه oral eardrum timpanic ic ايبه خلي بلكوا احنا هنا حطينا ال al حطينا هنا ic pertaining to the eye نفس المك pertaining to retina retinal al خلي بالكم pertaining to the cornea corneal طيب احنا هنعمل العكس built medical term for each of the following condition an instrument to view the eye احنا ال eye هنرفر to a ophthalmic we'll view the eye of thalmic cove inflammation of the retina احنا نحط ال retina as a word root ونحط جنبها itis اللي هي inflammation يبقى retinitis وطبعا the puncture of the tympanic membrane احنا عارفين tympanic membrane اللي هي tympano وpuncture زي incision كده يبقى tympaniotomy او سوري ده tympaniotomy في السكال لكن هي tympanotomy tympaniotomy tympaniotomy tympanioplasti tympanioplasti بقى يعني ايه tympanioplasti طبعا اخر واحدة كات متبندلة احنا مفرور نقول tympanioplasti ونبلت الماديكال term اللي بقى tympanioplasti ادي ثورة الكيراتو بلاستي ازاي بنعمل curgical repell cordial ادي tympaniotomy عملنا incision tympanic membrane وهدي retinitis retinitis معناها inflammation on the retina طيب هنجوتي نشوف with which part of the body is each of the following instruments use tympaniotomy افثالم يبقى اكيد على الاي audiometry على الاير encephalometer على الbrain craniometer على skull retinoscopy على الretina ودي الكرaniometer ودي الاudiometry تحنجو با give the appropriate meaning for each of the following terms otoscope the instrument for visual examination of the ear ophthalmoscope instrument for visual examination of the eye optic that pertaining to the eye لأن opt they refer to the eye and i c the suffix the adjective auditory pertaining to the ear optician هو ده person يعني مثلا الدكتور الدكتور هو هيحدد visual equity وهيحدد المأساية اللي انت محتاجها تروح للopticians هو اللي هي هي نفذ الكلام ده ويفعل الprescription for ophthalmic lenses ويف make it and fit contact lenses احنا كده خلصنا النهارده ال CNS والspecial senses ال eye and ear ودي الرفرنس اللي احنا متفقين عليها short course medical terminology وessential medical terminology يارب يكون المحاضرة خفيفة ولطيفة لو فيه اي استفسار please كلموني او كنت مياه على الايميل ده وهرد عليك على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته